باي خانيكم ما عندك أحمد تعليق على الأسماء هذه أنا مع كامل احتراماتي للأسماء هذه متاريخ في المجال التحكيم وإلا في المسؤوليات اللي يخذوها في القطاع ما حدث لا يتسقوا تماما ولا ينسجموا مع السياسات الدولة الرامية إلى محاربة كل المنظومات واللوبيات التي تنكل بالتونسيين أحنا جينا زجينا بوديع الجري في السجن باعتبار أنه هو قائد المنظوم هذه في الأوف قتلي كي بيش كراجعة الأسماء هذه عاد نخرجوا وديع يرجع يحكم دو أنتي معنات عملنا هذا كل ومنعنا معنات عملنا المستحيل بيش وصف جليل ما يقعدش وما يترشحش وما يخدش ورا رئاسة الجامعة وبعدين تعودوا المنظومة من الشباك وفم أطراف بما فيهم المحاملة بجنبي حاربوا بكل الوسائل ناجي جويني بكل الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي في المنابر الإعلامية يعني كان فما تحريض وشيطنة لكل ما يقوم بها ناجي جويني حتى الأندية الكبرى حاربت ناجي جويني لأنه ناجي جويني بتهمة شنوه؟ بتهمة التعالي أخي إحنا الإنسان اللي يحب يبدأ عنده قدر وعنده ثقة في نفسه ونقوله هو متعالي علينا؟ شنو تحب مع أنت ناجي جويني يلعب شكبة مع المسؤولين؟ مش معقول زادة ثاني حاجة هو يحارب الأندية وعمل بيانات ضد الأندية أي ناجي جويني الوحيد اللي جاء وقال لا لي سطوة الأندية الكبرى اللي كانت تحكم في الحكام وتعاين في المحقية الحكام والمراقبين جاء هو السيد قال لك لا يا أخوي فما معنى أنت مسلحة عامة ما فماش فرق بين الأندية حاربوه بيكون الوسائل وبعدين بما فيه من سيد مراد الدعمي أن نشوف الصديقي في الفيسبوك ونشوف التدوينات متاعه منذ أن تسلم ناجي جويني مقالات التحكيم وهو يحاربه صباحا مساء نحن في تونس ما نحبوش الإنسان النزيح هو أردت فحد ذهلي هذي كان منه خاطر نحاه من مراقبة المباريات هكذا نحن نحن من عمام الشاندي في أكبيرة من التونسة تحارب كل إنسان نزيح كل إنسان يحب يصلح كل إنسان يغلب المسحة العامة نحن نحاربه لأننا في ثقافتنا وسلوكنا دائما نقدم القبلي والعشائري والشخصي والصحبة على المسلحة العامة وعلى مصلحة البلاد وهذا خطير وخطير جدا تو كيفيش تقبل أنت معنى تمشي ويمشي وديع الجارية للحبس ونمنعوا وصف جليل وجماعته بكل الوسائل اللي كانوا معندها سواديزهم تسمين عن منظومة متاع وديع الجارية من أنهم يشدوا الجامعة وبعدين ترجع لمنظومة التحكيم اللي هي اشتغلت في المنظومة تقريبا عشرات السنوات ما فهمش انسيجام لنا معدها فهم مشكل يعني بغادر وزير الشباب والرياضة وجاء وزير شباب والرياضة جديد عادت المنظومة من جديد هذا لا ينسجموا ولا يتسقوا مع السياسة العامة اللي نشوفوا فيها احنا في البلاد خليكما عندك تعليق كريم مع الكلام يقول فيه احمد يقول لك انه منظومة قديمة رجعت القطاع التحكيم المشكلة الاسلامة هنا وانا حزما اسمعت الولاد انا ما عنديش فكرة برشة في التحكيم انا نخاف عن مستقبل طب انا يمكن الماضي سي بورن وما الماضي نحنا علمونا علمتنا الدنيا نتعلموا منهم المستقبل اسكو كيفيه بش نشوفوا اسي مختلف بالنسبة لما تعرفش برشة في التحكيم لا لا ما عندي انت تعرى ما عنديش معنى منفهمش في التحكيم رغم قربك ما بين بارك الله انا الكل يحكي والتليفونيات ما نحكيه وش تحكيه ما نحكيه وش تحكيه انا والله نخاف كي نسمعك فهمه مشكل زيدة كدير قلتها وعاودتها وحمد الصالح يحكي في حكايات مش مش حاكم وما شدش نهار زفارة محمد الصالح يعرف ميكرو ويعرف يستجوب واللعبة تبدأ تلعبه ويخام فيش كوم بش يجيب ويستجوبه وبعد صالح يستجوب ما يكونوا يحد بخدمتو يعني انا مدخلش في خدمتو وعليش يدخل في التحكيم وعليش يردهم بالترجيه هنكلمك حاجة كريم سهلة الليكوزيون سهلة ما تخممش فيها برشة ما فهمش فلوس هذا حال التحكيم ما عاش طالبه بحكم رابش تصير كوارث حتى وقتها كانت الفلوس ويوخص وجوهم به هل قطاع التحكيم مسؤول على خرق قدام التونسية على مرة السنوات النجاح الوحيد نجاح على دين وديع الجاري هزنا عملنا استاج في خارج أرض الوطن هذا في تاريخ التحكيم من اللي تخلقت زوفارة في تونس لليوم وقتها متوفر الفلوس الحكام موفروا الفلوس ووفروا دوش موفروا فلوس لا تحكي لي على مستقبل تخليه كامل مختلف نعم 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 برا شوف اللي يزفر في مديرين ولي يزفر في بوحاجلة برا شوف الحالة وين يدوش وين يقف مسكين وبعد ساعات يوقف على وبردك حتى مختار سيد يتعرضوا للختر ومبقى وحده ويبدأ وحده يقل أسمان يقل التحتيرام المسؤولين يتلموا عليه ثلاثة ومتعرف قاش عمره تلقاه 17 وتلموا عليه ثلاثة يفجعوه ومبعد في الفستير يقولوا له نحك الحمرة ما كانش دودرش نوع ويبدأ مفجوع الحاجة اللي بش نقول هالك كريم والله حاجة بركة المسيالي شقول نسيت الفكرة أنا عندي حاجة وعشتها ونتصورها نحن ما عندنا شثقة في الحكم رو كإداريين وكجوارات وكجمهور انت في وقت من الأوقات في تونس ولينا أنا أقبل بجامعة شكومش يزفر لنا سعطوا ديزونت روناري نعملوا رينيون ع 30 دقيقة 15 دقيقة شد عالت تحكي عشكو الثيقة هذي اللي رياليزم تكون بيني أنا وبين اسلام بين القروب هذاي بش نجم وننجح معنا ثيقة بيننا جوار من عدمة من عدمة من عدمة كريم فمن نقطة أخرى أقوى جوار في تونس كون يقلص ساحب ماروين البلايلي بذوني فمع توكي تجيل البلايلي ما قيم 300 مليون يقلص يصاب تستحفظ عليه هنتي كيعمل لكاكسيون باهي ويدخل الواحد وبش تعطيه حقه بشجيل أربيتر يقلص في مئتين دينار مش حاضب فيزيك كيفش تنجم انتي مو نحكيو مو انتي البلايلي مستثمر فيه هنتي مستثمر ريفاش بشتلقى ياخر حقه في تيران مع منظومة تحكيمية مو غزا مو قارنا ما تستقيمش بارش لا لا فسرتلك ما أنا شوف قيمة الجوارش ياخو وشوف بجنبه والربيتر مش يعطيه حقه مش خالص عنده عن نوش عشان كواني المختار أنتي لما اخترت قطاع التحكيم وانا كتكون حكم هل اخترته بش انتي تعمل ثروة بش تعيش منه سيهي ويهي سيهي غرام يجبك تتحمل مثلا لنا السربيات والإيجابيات اما في العالم احمد ما وش غرام العالم مختيرا ناس تعيش منه مش احنا سيهي ويهيي نحب الناحية لك نكمل معك مو ايهيي اخل كلمة ليه لجوز باركة طوي حكينا في كل شي سليم ميهينا نقول شنو الله طوي المشكل وليتو في الكورة متاعنا اليوم حاتا كي تحكي معنا البيتر قول لك ما هم شو موفرين ما نمش ما نيش في الكونفور ما فاماش فار ما فاماش فلوس ماليوم حاجة واحدة نقول لها اليوم بش تتصلح بم بش تقول لي بش نوكل بش تعاود هيهي ده هي بيده ما كي ما قال لك العواضي قال لك حتى البر يعطيهم حقهم مش يعطيهم حقك مش مشكلة احنا بباطن ثبته اليوم نحكيوا على اللعبة راهي الأولى في تونس لعبة تتنفس بالكورة في الكوري اللعبة الأولى معناتها اليوم أنا ممكن اليوم تقول لي وديع ربي يفرج عليه مش موجود وكانت تفهمها الفلوس ويعرف كيف هي شيخ وليزاربيتر ما كانتش كانت تتصير غريفات عند وديع متوقع لفتها ببركة للدولة راهوا اليوم لحقيقة هكشفت انت المشاكل بدأت من السيزون منتها من ديوبيت السيزون الاربيتر راهوا اليوم حتى لقدر الله كان ما فهماش اليوم فار والأخطاء بش تتكرر والاربيتر راجيب شيقود ومهمش خالسين وما فهماش بار راهوا تنجم تصير مشاكل وحنا ذي لي مش هجوش بإسلام ميلفتها للوزارة للرئيس الدولة بجاه ربي معناتها شوفونا حل في الحكاية ذي اسماني وقتل تكون مسؤول مسؤول على رأس حاج راهوا معا معا النازيهة والوياحة لازم تكون عندك نوع من الانتليجيونس ثكي ودي الجريك يجتمع بنا يغزل عواز بطريقة مزلت لطاو ما قلت يتا عادي يتا نحن نرتيح وهو كصير رئيس الجامعة قال عادي يتا الكلمة عادي يتا نعيشه بيها أربع عشر وهو عواز عنده نوع حتى راهوا في شمعيات أنا شفت التحكيم عندك عبد عاون التحكيم كريم عمرك لا ترى حتى لصفرته وعندك عبد عاون يبدأ يجري وراء الحكم تعرف لكسوني بعد بعد يرجع لهم فيها فما كل مديم تعاود الوديع الجريمة كانوا شمع غرفيت وقتا صاروا غرفيت وقتا نتفكر في وقت وديع اما صاروش حاجة لا صاروش ما وديع ما وديع ما وديع كي تخرج اشياء صاروش حتى لي حك يدو ينحي 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 أسمى حتى مختار بالرسم عليش قلت لك هنا كي جوارية ساعات كنا تقبل في الملعب التونسي مع محمد عشيب ولا بيت تسمع معنا ساعات محمد عشيب حتى كي ما تخلص الشهر الثنين على كلمة عبارة خلسك فيه كذا شرم صبقي قطاعنا قطاعنا شوية صالحي عنده عنده حق فيه قطاع حساس فما بطولة فما جمعية حظر طوى شنو الوضعية أنا هنا حبيت الجامعة تتعامل بذاك واخر جمع البطولة اعطي حل التحكيم لكن السيد كاماليدير اكد واصر اللي كونة تصير بعد ما رسعنا ساقمت على المباريات اليوم القصو عجبني فيه عجبني فيه قرار تعرجوا الدولة اللي عملوا كاماليدير اللي يجب أن يتعمل واضح ليش تمشي هالبلاده دي بسرع اي بسرع اسكو شنية نحن طوى قدام في الميكرو كريم سمعن شنية نحن طوى الموقف متاعنا قدام لزونترونير اللي جابنا من بره وفي نفو عالي وفي تلاع من تلاع هذا من اول جولة مش مربوط كان بالتحكيم من اول جولة شفنا التأجيل وتأجيل وتأجيل تأجيلي نجم يكون عادي بحكم التيران اما التأجيل على زربيتر تجاه شنو المدربين يجيبوا فيهم لحنا هاوكا كل موضا يشوفوا غريبة من وليو سمحني سمحني وشنو المدربين اللي احنا اللي ترانجيلي قاعدين يجيو إيراني وفينا في تورس لا مروي شنو شكونا المدربين في وما تسميو جيو بالجيو نلتون تسميو على عصب السيفيل يرو فيهم للمدربين اللي جئنا يتسمى يكلوا فيك بيزة انت مكشفهمني كي عندك حاجة بيزة خليها بيزة بي نمشيو فاصل الموزيكا وبعد نكمل حصامتنا اليو